أصبحت أخبار المهمات السرية غير العادية لصقور المخابرات المصرية حاضرة بشكل دائم في بوليغراف ليس لأننا نبحث عنها ولكن لكثرتها حتى أن تجاهلها شبه مستحيل بعد العقرب والطريق إلى إيلات 2 تم تدول منشور يتحدث عن اعتراض طائرة مصرية لطائرة شحن عسكرية تركية كانت متجهة إلى الأراضي الليبية وحملة بأسلحة وأطقم فنية لدعم الميليشيات وأجبرتها على الهبوط في الأراضي المصرية هكذا قالت صفحة جبهة الرئيس السيسي كما نقلت الخبر العديد من الصفحات الموثوق فيها مثل حكاية وطن وأبناء القوات المسلحة 2 وأخبار القوات العربية المسلحة تخيل طائرة تركية محملة بالأسلحة يتم اعتراضها وإجبارها على الهبوط في مصر دون أن تذكر الخبر وسيلة أعلام واحدة عبر العالم الشيء المؤكد أن البعض سيعتقدون أن الطيارة التركي سيحتجز في نفس المعتقل الذي يرقد فيه قائد الأسطول الأمريكي السادس منذ ست سنوات ترجمة نانسي قنقر